عشرين اتنين فابوزابي. اربعة وعشرين از sizi mlek في القاهرة. يعني يا دوب هيشيل الشنطة وحط الشنطة. عشرين اتنين الائل والزاملings فابوزابي. عشرين اتنين الائل والزاملING في القاهرة. قبليهم يصفر. قبليهم يصفر طبعا لابوزابي. خلي بالك بقى مètres السوبر? اه? ده ماتش بطولة. هطبعا. فرقة حتطلع منه. بتحتافل والتانية محبطة. واللي اتنين هيخشوا في اجواء الماتش جاني. اللي اتنظروا فهم حتوبها مش طبيعية مطلوب منهم انه يرجعوا لنقطة الصفر بعد ثلاث يام يلعبوا ماتش ليه لانه كمان هيلعب 24 ماتش القمة المحلية وما قدموش إلا ثلاث يام واليوم الرابع هيلعب فيه الاهلي مباراته مع سانداونز بصراحة ان شاء الله هنا كده بقت اوفر من يعني احنا بنطالب بالنظام وكل حاجة بسي ده اوفر يعني ضغط جامد 28 الاهلي وسانداونز في القاهرة مبارات الزهاب اتنين تلاتة ودي دجلة يعني 28 اتنين تلاتة ودي دجلة تلعب يوم اتنين مارس ودي دجلة وستة مارس المفروض تلعب مع سانداونز في بريتوريا يعني اربعة ايام يعني تاني يوم على طول او يوم المطش بعدها بساعات هتسافر على جوهانس بير نفس الظروف بتاعة السنة اللي فاتت المطش الكئيبية تلعب مطشين في الوحل يخلصوا عليك وتسافر وترتاح يوم وبعد يوم يبقى فيه مطش هل ده منطق بس الزمالك الحقيقة كمان هو راخر ليس اسعد حالا لانه كمان مع الاهل في المطولة الافريقية ما انا بكلمك على بالضبط المرحلة اللي جاية الزمالك يعني الاهل يوم الاثنين عنده طلاع الجيش الزمالك يوم الحد عنده الاسماعيلي وعنده اربعتاشر اتنين السوبر الافريقي مع الترجي في قطر اربعتاشر اتنين بعدها بست ايام يروح على بوظابي عشان يلاعب الاهل على السوبر المصري ست ايام اه يوم عشرين اتنين طيب ما ده ست ايام كويس اربعتاشر وعشرين يوم اربعة وعشرين الاهل والزمالك هنا يوم تسعة وعشرين الزمالك والترجي هنا يوم اتنين تلاتة الزمالك وبيرامدز يوم ستة تلاتة الزمالك يسافر لتونس مع الترجي يعني اتنين تلاتة بيرامدز ستة تلاتة الترجي في تونس نفس المعاد بتاع الاهل يعني يوم اتنين تلاتة الزمالك بيلعب مع بيرامدز والاهل بيلعب مع عودي ديجلة ويسافروا الآله يروح بريتوريا والزمالك يروح تونس أجندة مضغوطة جدا فيها ارتباطات مهمة للفرقتين اللي بيمثلوا مصر في دور الأبطال عندك رؤية للمعيد دي وهنا أنا قلتلك كل مرة ومن سنة الفاتح يا جماعة التأجيلات اللي ملياش لازمة بتصب بقى على الحاجات اللي لها لازمة أو بتضر الحاجات اللي لها لازمة يعني الماتش ده اللي خلصنا منه ماتش القمة ده بدري وفي معاده كان زمان الجدوى المرتاح ممكنش هنحتاج حاجة لكن إحنا نحضر العفرية وما نعرفش نصرفه كعادة الكرة مصرية قال الاتحاد عايز يعني يقول إن أنا نظمت الدنيا ومش بقى بأجل بس لأ هذا أوفر يعني بص يعني يحضرني اللي عمله يورجن كلوب مع الاتحاد الإنجليزي في ماتش الكاس ما بيكلف نفس الكلام آه هو قال لك لا دي عطلة الشتاء اللعبة لازمة تريح حطوله معاد المباراة المعادة في الكاس أول مبارح قال له مش هلعبها والنادي يلعبها بالناشئين الاتحاد الإنجليزي قال له إحنا منبهين وقايلين من الأول لو حصلت مباراة إعادة في الكاس هتتحط في المعادة العطلة قال لك لا أنا ما وفيتش على كده ورح مدي اللعبة أجازة ولعب المطش بالأشبال وكسبه بس في النهاية هو صمم على الراحة قال لك اللعبة محتاجة أيوة هو منوجه مازلت أستحضر كلامه آه بعد موسم 2005-2006 وبعدين 2006-2007 لما ديني بدأت آه تضغط في لجنة الكرة قال لهم الموسم الجاي هيبقى موسم بالإصابات آه هيبقى فيه لأن العضلات مستهلكة اللي عم تخدش الرحة السلبية اللي هي حقاها أيوة أيوة مع عصارهم ويتفسحوا العضلات ده أنت ممنوع في الرحة السلبية أو اللي هو الراحة الإيجابية آه أنك أنت تلعب أو تتفرج على كرة إلعب راكت إلعب بينبون ياه عوم يقولون لهم لازم أن تسافروا عوم استجموا اعمل أي حاجة لكن ما تروحش نحت الكرة لا تقرأ كرة ولا تلعب كرة ولا بلايستش امعنى الكرة آه زينية الناس دي يعني بتقول الكلام ده عن علم وعن خبرة وعن عن علم عن علم والعلم مهم جدا موسيقى موسيقى موسيقى